من اكتر حاجات اللي كنت مستنى النهاردة مؤتمر جمال بالماضي الصحفي لان انا الفترة الاخيرة بدأت تحس ان الجمال بالماضي مضغور وبدأت تحس ان بالماضي لازم يرجع شخصية مورينيو في المؤتمرات الصحفية العالم دي لازم يتكسر جبهيتها لان انا ما اغزة طول ما انت تحترمهم وعد ترد على اسئلتهم هياخدوا فيها ونسوءوا فيها وكل صحفي يفتكر نفسه مدرب ويقول لك اللاعد ده ما جاشت ايه واللاعد ده انت جبته ليه وليلة كبيرة اول ساعاتك فلازم كنت تبدأ فيهم واشة على طول والراجل فعلا دخل فيهم شمال على طول لا اريد ان يخبرني احد ان هذا اللعب يستحق وفقا لوجهة نظرك الصحف اللازي ربما لم يتعارك ابدا لا ينظر بنفس النظر التي انظر بها هل تعرف كيف تلعب كرة قدم امت لايسا تذكر رياقة البدنية للعب كرة قدم او حتى الرياضي اللي تقول انه يستحق التواجد اللي هو بيس سالع النبي انت عبرك عبت كده لا يبقى متعبتش ما تقوليش العيد ده لازم يكون موجود اول رجل بيسالة واضحة للصحفيين هتقول لي ايه ده ينفع لو عامل مع الصحفيين ده هقولك فيه مدرستين من المدربين مدرسة دايما بتحتاج الصحفيين اللي تطبيق لها ودي بالمضمش منهم وفيه مدرسة تانية بتقولك انها النتائج بتاعتي هي للموافزة بتخليني اتكلم بقى البجامل وبالماضي من مدرسة التانية مدرسة طالما نتائجي كويسة تصرف اي صحافة وتصرف اي اعلام وخلاص البلد كلها بقت مدربين او الرجل ماشي بالمدرسة التانية ازا جاء احد الصحفيين ومعها الارقام في اخر خمسة وثلاثين مباراة لدينا وتحقيق سلسلة الله هزيمة لمنتخبنا يمكن نحييناها التحدث لكن لا تقرروا كلمات البعض الخبيثة عن المجموعة قبل مباراتينا حاسمناها التانية كويس والله فعلا ما تنفعش ان اتقرر كل كل كلامه وخلاص لمجرد انك عايز ان تقدر المدرب هناك مشكلة في الجزائر نتحدث مع مدرين فنين طوال الوقت والجميع يرى واجهات نظر مختلفة ودي لو كنت ابكن لفهم الشهرين ان في ناس كتيرة نفسها تكون مكان جمال بالماضي في ناس كتيرة شايفة ان بالماضي مش يتناحظ واغلبهم مدربين واغلبهم لعبين سبقين فالناس دي طبيعة طول ما انت هتسألهم هيقول لك وجهة نظر مختلفة فبالماضي بيشتكي من حتة اللي بيشتكي من حتة ان انتم ستة المنتخب العمالة تيجي وكلها شوية انتقادات وخصوصا من بعد المنتخب مطالع من كاس افريقيا انا المدرن واتبع دائما حالة جميع اللاعبين والاختيارات تأتي للعديد من العامل الزهنية والفنية لا نتحدث باسم الجزائر تكلم باسمك فقط يعتقد البعض ان هناك لاعب يستحق ولا اخر لا يستحق لدينا فريق قوم ولا بد من الحفاظ على القوم اللاعزي وضعناه منذ البداية كلام محترم جدا 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 يبان من اول ان هو حجوم على الصحفيين بس في النهاية قال لهم انا معايا قوم فرقتي ولا المدير الفني وانا المسؤول على الاختياراتي نفس الكلام اللي كنت بقوله مبارح ان ده حقه اصيل للمدير الفني اختياراته تتكلم معا انت في حالة ما تحصل نتاج سلبية لو حصل النتاج الجباية لازم تذكر الراجل على اختياراته وانا مش كلنا هنقل بمديرين فنيين على حساب المنتخبات وكم الجباية بالمدير وقال لهم على فكرة الموضبطة القايمة انا مش بعاقب اي حد انا شايف ان المجموعة دي هي اللي هتعرف تكسب من المطشين لا اكتر ولا اقل من كده انا مش بعاقب اي حد من استبعيده كل ان انا مستبعيدهم كارات فنية والان انا ضميتهم برضو كارات فنية محمد بنياتو قال لك عليه ان هو يمكنه للتسجيل الاهداف وهذا هو ونوع المهدمين الذي نبحث عنه بالفريق بنياتو يستحق مكانه في المنتخب الوقت ان هو يقدم اداة جاية في الدور الكترى جديورة قدم الكاسين للمنتخب في السابق وهناك اسباب رياضية معينة الى اعادة استعاقب في المباراة الفاصلة طبعا الاسباب الرياضية دي هي المعص اللي كان موجود في لعبة نفس الملعة جد علينا تحقيق الفوس في اي ملعة في دولة او في البلده المنتخب يبكي مفتوح دائما من الامن اللاعبين الذين لم يتم استعاقهم في المباراة فاصلة يعني الموضوع مش منتعي بالنسبة اللعيبة لما تمشي يصدعهم كل اللعيبة لما تمشي يصدعهم فيه فرص تانية ان شاء الله المعسكرات الجاية فيه فرص تانية في المباريات القادمة يعني الراجل ما بيقفلش الباب بتاع المنتخب ضد اي لقاء والراجل مش مشكلة شخصية مع اللعيبة ولا بيقول ان اللعيبة طالعين بسبب انهم عندهم مشاكل منضباطية لا هو الراجل مقرر ان انا مستبعدهم بسبب وجهة نظر فنية بحتة انا محتاجهم مطشين دول ولا لا هناك مسؤولين في الاتحادية كشفوا للصحافة عن اشياء لا ينبغي يكشفوا هنا حول المنتخب اه حين بقى نفس المشاكل اللي احنا بتكلم فيها بفترة ان جمال بالماضي بيتحارب من جوه اكتر ما هو بيتحارب من بره الاتحادية فيه مشكلة ما بينه وما بين الفاف واضح ان في المشكلة لان جمال بالماضي اتكلم على حاجات ما ينفعش النهي تقال واعتقد الكلام ده كان على قائمة المنتخب لان قائمة المنتخب كان فيه تسريبات كتيرة عليها وكان فيه كلام كتير على ان فيه مفاجأة هتحصلто بمناسبة خطه الهجوم وكلام ده أنا اسمعته قبل القائمة ان كان في كلام فيه مفاجأة كبيرène بالماضي اجبا Planet في خطه الهجوم فدي دي شبهة تسريبات بالنسبة لقائمة المنتخب وهو بالماضي لو جا عندنا هيعمل او دا احنا بتستعلع النبي التسريبات قبل القائمة باسبوع مواجهة الكاميرون هي الأهم المشواري المشوار جميع اللاعبين المنتخب الرجل بيكرر نفس الكلام اللي قاله من أسبوعين بيفكر اللاعب النجاة أهم ماتش بالنسبة له مع منتخب الجزائر اخترت هولا للاعبين لأني رأيت فيلم القدرة على تقديم الأفضل خال مواجهتها الكاميرون الفشل في الكائن هو مسؤولية الجميع ولما استطيع إرجاعه للعب معايا نفس العمال بيقولك فيه بقى لي شهر من المنتخب الجزائري خرج من الكائن بسبب سوق الأداء بتاع المجموعة كلها ما كانش بسبب سوق أداء لعب معايا وبالماضي بيفكرت بنفس الكلام هو وهو بالتغير على مستوى التقم الفني للمنتخب الكاميروني لا أعلم إن كانوا في مصلحتهم أولا لكن أتمنى أن يخدمنا وأعتقد أن ده سؤال ما كانش لازم النواة سيئة اللي جامعين بالماضي هؤلاء الحاجات اللي أنا لقيتهم في المواقع عن تصريحات جامعين بالماضي لأن أنا ما لقيتش حاجات كتير أيو جميع اللي عبين المستبعدين في مجاعة الكاميرون أثبت فناني مجاعة الكاميرون بس هو كل الناس بتقرر نفس الكلام هو وهو بس أعتقد أن حتة الانتقاد للصحفيين دي كانت حتة لازم ولا بد منها أه كان لازم أن هو ينتقد الصحفيين يعني ما تعتقدش أن الموضوع كان فيه إيه للزوم الموديلي فنال بالعكس فيها أحيان كده لازم تكشل للصحفيين عن عنيادك وتعرفهم إن في حاجات ملهمش دعوة بيها وهما ملهمش علاقة بيهم أنت قدني كصحفي أوه بس ما تجيش تقولي أن أنا أخد لعيب ولا ما أخدش لعيب لأن دي مش متاحتك أنت بتاعتك أنك طويل تكتب على الجرائب وبتاعتك أنك طويل تكتب على المواقع أنه مش متاحتك خالص أنك تقولي يخد مين ولا ما تاخدش مين لازم كل واحد يعرف دوره فين وعمل إزاي ما ينفعش أنك طول الموديل الفني يخد لعيب واستبعدت اللعيب ده ليه هو بيطلع يرط لأنه هو عايز يطلع يرط إنما ما مطلعش ربط فدي حاجة تتاح لي أنه هو ما يطلعش ربط ودائماً أنت تبحث المدير الفني على نتائج النتائج بتاعته سلبية تبدأ تقطع فيه وتبدأ تطالب الاتحادية بتغييره نتائج بتاعته جابية تبقى تحط السنك جوابقك وما تطلعش تبتلع ودي حاجة بتبقى مطلوب أنك تقعد تذكر بها الصحفيين لأنه زي ما كنت بتكلم من إمبارح أن الجماعة بالماضي من بعد الخسارة في كسر والأفريقية وبعد خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول فيه أبواق كتير بدأت تفتح وفيه ناس كتير بدأت تهاجم بالماضي والناس دي كانت بتخطي تجيب سيدة جماعة بالماضي بالسلم فلازم الناس دي ترجع تفتكر تاني مكانها هو وضعات طبيعية مؤتمر الصحفي أنا شاف أنه هو موفق تصريحات كان لازم تطلع تتقال حتى لو فيها حدة وحتى لو فيها هجوم على الجميع بس الكلام ده كان لازم يتقال الناس اللي هتفضل حاجة على بالماضي هتفضل زي ما هي والصحفين اللي هفضلوا هجموا بالماضي هفضلوا زي ما هم وهتوقع أن صعود الجزائر هيفرح ناس كتير برضو هزعى الناس كتير صحفيين وآلاميين ومديرين وفنيين الموضوع الكبير واتكلمنا فيها بلا كده بس لو عايز نتكلم في تاني اعمل لايك للقناة وللفيديو لأ الفيديو عجبك ما عجبكش الفيديو فعايز رأييه عن المؤتمر الصحفي والتصريحات اللي نشاف أنها موفقها